ترامب يقول إن إيران تلعب بالنار وإنه لن يكون طيباً معها كما كان أوباما واتوقعات بفرض عقوبات أمريكية على طهران اليوم الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل كان يحمل سكيناً بعد محاولته الدخول إلى متحف اللوفر بباريس ورئيس الوزراء يقول إن الهجوم يحمل طابعاً إرهابياً والبيت الأبيض يقول إن وجود المستوطنات ليس عائقاً أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدؤها بالتصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال في تغريدة على حسابه على تويتر إن إيران تلعب بالنار وإنها لا تقدر أو لا تقدر كم كان سلفه باراك أوباما طيباً معها وأضاف أنه لن يكون مثله في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواب ظريف إن إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية ولن تبادر في أشعال حرب وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة لها أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للتعاطي مع إيران يأتي ذلك بينما توقعت مصادر أمريكية أن تفرض الولايات المتحدة عقوباتنا على كيانات إيرانية رداً على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران لتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من طهران عبر الهاتف مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صادقيان محمد صالح مرحباً بك كيف تنظر إيران إلى هذا التصعيد مع تصريحات ترامب الجديدة؟ يعني في حقيقة الأمر مثل هذه اللغة أعتقد بأنها لا تخدم سوى تأزيم الأزمات في هذه المنطقة وبالتالي يجب على سيدة ترامب أن يستفيد من التجارب السابقة للرؤساء الأمريكيين السابقين فرض أقوبات جديدة على إيران لا يثني إيران عن ما تفكر به من زيادة جهوزيتها الدفاعية أو الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والفنية أيضاً وبالتالي هذه التغريدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنا لا أعتقد بأنها تستطيع أن تبني علاقات جيدة مع دول العالم نحن رأينا كيف أنه ألغى معاهدة مع كندا والمكفيك يريد أن يلغي معاهدة مع أستراليا ألغى معاهدة مع دول المحيط الهادئ وبالتالي مثل هذه التصرفات لا يمكن لها أن تبني علاقات جيدة وتحافظ على المصالح الأمريكية سواء كانت في الشرق الأوسط أو في أماكن أخرى سيد محمد صارح ولكن مع هذه التصريحات هل يمكن أن يلغي دونالد ترامب الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمسة الكبرى وهل يمكن أيضاً أن تفرض الولايات المتحدة عقوبة جديدة على إيران من المستبعد أن يلغي سيد ترامب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران ليس مع الولايات المتحدة وإنما مع مجموعة خمسة زائد واحد وهي الدول العضاء في مجلس المدولي إضافة إلى ألمانيا الاتفاق النووي ليس اتفاقاً ثنائياً مع الولايات المتحدة أما فرض عقوبات جديدة من قبل الرئيس ترامب هذا ممكن لكن السؤال هنا هل يستطيع هذه العقوبات أن تحقق أهدافها؟ التجربة أثبتت بأن مثل هذه العقوبات لا يمكن أن تحقق أهدافها ورأينا إيران تحت طائلة عقوبات لمدة عشر سنوات لكنها لم تتراجع عن مواقفها محمد صالح صديقيان مدير مركز العربي للدراسات والبحوث الاستراتيجية كنت معنا من طهران شكراً جزيلاً لك في موضوع آخر اعتبرت دارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاستيطانة لا يمثل عائقاً أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن البيت الأبيض قال في بيان الله أن بناء مستوطنات جديدة أو التوسع في المستوطنات القائمة لن يكون عاملاً مساعداً في تحقيق هدف السلام وأضاف البيان أن إدارة الرئيس ترامب لم تتخذ موقفاً رسمياً إزاء النشاط الاستيطاني وتتطلع إلى استمرار المشاورات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة الشهر الجري وأكد البيت الأبيض أن رغبة الولايات المتحدة في تحقيق السلام لم تتغير ومازالت كما كانت منذ خمسين عاماً ينضم إلينا من رامالله الكاتب والباحث السياسي خليل شهين سيد خليل بداية كيف تقرؤون تصريحات البيت الأبيض بشأن المستوطنات في الأراضي المحتلة يعني خلافاً لبعض المتفائلين بشأن اللهجة التي انطوى عليها هذا البيان فإن الجوهر يعكس في واقع الحال تغيراً خطيراً في سياسة إدارة ترامب مقارنة مع سياسة الإدارات السابقة بشأن الموقف من الاستيطان فهذا البيان يؤكد أن إدارة ترامب لا تعتبر الاستيطان القائم على الأرض الفلسطينية حتى الآن غير شرعياً وغير قانوني في تناقض مع القانون الدولي ومع قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار الأخير الصادر في ديسمبر الماضي من مجلس الأمن أكثر من ذلك فإن هذا البيان يقول بشكل صريح بأن هذه الإدارة لا تحدد موقفاً من النشاط الاستيطاني ولا تعتبره عقبة وإن كانت تعتبره غير مفيد لدفع جهود السلام وأنا أعتقد أن هذا العمر يعني بأن إدارة ترامب تفضل على ما يبدو مقاربة المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية الثنائية من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن الاستيطان القائم حالياً وكذلك أي نشاط استيطاني خارج نطاق المستوطنات القائمة وهي مقاربات تردد صباها الآن ونجد لها تعبيرات فيما يطرحه بعض الصهاينة في معهد واشنطن مثال ديبيد مكوفسكي وكذلك دينيس روس إضافة إلى ساتلوف وغير هؤلاء من الذين على ما يبدو تسترشهد إدارة أوباما بالسياسات والمقاربات التي يطرحونها الآن وهي أقرب إلى موقف اليمين الإسرائيلي في ذل هذه المعطيات سيد خليل شهيد تأييد ترامب للتوسع الاستيطاني وكذلك عدم قدرة مجلس الأمن على مناقشة هذه النقطة في الجلسة الأخيرة التي تم عقدها أمس لبحث الموضوع ما هي الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين الآن؟ بتقديري أن الأهم هو أن يدرك الفلسطينيون الصامتون حتى الآن بأن التهديدات التي نقلت إليهم عبر القنصل الأمريكي وعلى مستوى أي للرئيس محمود عباس وكذلك عبر التصالات هاتفية من القنصلية تؤكد بأن إدارة ترامب عازمة على معاقبة السلطة الفلسطينية إذا ما اتخذت أي خطوة من التي يجري تردادها حاليا أي الخيارات المتعلقة بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إعادة التقدم بمشاريع قرارات إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن وغير ذلك من خطوات نقل إلى السلطة الفلسطينية بشكل واضح بأن إدارة ترامب لا تحتاج إلى قوانين جديدة بل إلى تفعيل القوانين المقررة أصلا في الكونغرس الأمريكي أي تحويلها إلى إجراءات وقرارات تنفيذية من قبل الرئيس ترامب لذلك أعتقد أن القيادة الفلسطينية يجب أن تدرك بأن هذه التهديدات جدية وأن عليها أن تتخذ في المقابل إجراءات منذ لحظة الله الراهنة أي لا تنتظر إدارة ترامب حتى تتخذ إجراءات أو تدعم الاستيطان فالاستيطان يتغول وتم الإعلان عن أكثر من 6200 وحدة استيطانية حتى الآن إضافة إلى شبكة الطرق والبنية التحتية التي تدمر أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها لذلك أعتقد أن المطلوب البدء فورا بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال وكذلك إعادة النظر في طبيعة العلاقات القائمة مع الإدارة الأمريكية وعدم التعامل معها باعتبارها وسيطا في أي عملية سلام محتملة شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي خليل شهين كنت معنا من رمالة قالت الشرطة الفرنسية إن جنديا فتح النار على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر وسط العاصمة باريس وأصابه بجروح خطيرة ووضحت الشرطة أن الرجل كان يهتف الله أكبر وحاول دخول متجر بائع للمتحف تحت الأرض وضافت الشرطة أن المشتبه فيها المصاب لم يكن يحمل متفجرات وقد جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر فيما وصفت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر الحادث بالخطير هذا وقال رئيس الوزراء الفرنسيين هجوم اللوفر يحمل طابعا إرهابيا إلى سوريا الآن حيث سيطر الجيش السوري الحر على بلدة بزاعة الاستراتيجية في محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية وجاءت السيطرة بدعم جوي تركي استادف مواقع للتنظيم في البلدة وسيارات محملة بالأسلحة وقال الجيش التركي أنه قتل أكثر من خمسين عنصرا من تنظيم الدولة وتأتي هذه السيطرة بعد ساعات من سيطرة الجيش الحر على قرى الغجران والعواصي واللواحجة والحساني شرقية مدينة الباب نبقى في سوريا حيث قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن محادثات مع ممثلين عن المعارضة السورية ستجري في الوزارة بأنقرة وذلك قبل محادثات السلام بشأن سوريا التي من المقرر أن تعقد في العشرين من الشهر الحري برعاية الأمم المتحدة عضحت المصادر أنه سيشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ورئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة وممثل المعارضة المسلحة التي شاركت في اجتماع أستانا ورئيس المجلس الوطني الكردي السوري والمجلس التركماني السوري بالإضافة إلى بعض الشخصيات وعلماء الدين من الطائفتين الدرزية والعلوية في سوريا وسيتم في الاجتماع تقييم نتائج محادثات أستانا التي جرت بكزاخستان في كانون الثاني يناير الماضي ومن المقرر أن يعقد في أستانا الاثنين المقبل اجتماع فني بمشاركة ممثلين عن تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة تبحث فيه آلية مراقبة وقف إطلاق النار وتطبيقها في سوريا في اليمن سيطر الجيش الوطني المدعوم من المقاومة الشعبية على مناطق جبلية استراتيجية في منطقة كرش شمالية محافظة لحج وضحت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني سيطر على مرتفعات بإصهيب وجبال السوداء ويواصل تقدومه في المنطقة بينما متزال المعارك مستمرة حتى اللحظة يأتي ذلك بالتزامن مع غارات شنط طائرات التحالف على مواقع للحثين وقوات صالح في مدرية سرواح في محافظة مأرب وأخرى في محافظة الحديدة ذكرت مصادر أمنية أن مقاتلين من تنظيم القاعدة سيطروا مجددا على ثلاث بلدات جنوبية اليمن وأضافت المصادر أن انسحاب القوات الموالية للرئيس اليمني عبدرب منصور هادي سهل دخول مقاتل تنظيم القاعدة مساء أمس إلى مناطق لودر وشقراء وأحوار القرية في محافظة أبيان وأشار إلى أن عناصر التنظيم أقاموا حواجز مناقبة وفجروا مبنيين لجهاز الأمن في المنطقة نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل الاتحاد الأوروبي تفق على برنامج للحد من تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا أهلا بكم من جديد اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على برنامج من عشر نقاط للحد من تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون مع ليبيا وتدريب خفر السواحل الليبي وتزويده بما هو ضروري لمنع تهريب المهاجرين من أوروبا عبر البحر المتوسط يذكر أن أكثر من 180 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا العام الماضي عبر البحر المتوسط بطريقة غير شرعية كما غرق عدة ألاف آخرين في البحر بعد انقلاب قواربهم غير الصالحة للإبحار وبالعودة إلى هجوم متحف اللوفر في باريس ينضم ولينا الصحف صديق حجي من هناك سيد صديق مرحبا بك بداية ما هي المعلومات التي توفرت حتى الآن حول الحادث هوية المنفذ والجهة التي تقف وراءه ليست هناك من معلومات رسمية إلى حديد الساعة المعلومات التي بين أيدينا إلى حديد الساعة إلى حديد الوقت الذي يتكلم فيه وأن الشخص كانت لديه سلاح أبيض وكان يتواجد في مدرج يؤدي إلى متحف اللوفر ليس داخل متحف اللوفر بل في مدرج ميكانيكي يؤدي إلى متحف اللوفر هذه نقطة جيدة لأنه هناك إشاعات أن كانت العملية داخل متحف اللوفر أو في فضاء آخر يتواجد فيه مجموعة من السواح كثيرون بل العملية كانت سوف تنفذ في مدرج يؤدي إلى متحف اللوفر حيث اصطدم الشخص بجنود يقومنا بالحراسة هناك تعرفون على أننا نحن في عملية سنتينال هذه العملية التي هي في باريس منذ العملية الإرهابية في السنة الماضية والتي بموجبها هناك جنود جيش يتحرك في شوارع باريس للحماية أو الوقاية فاصطدم الشخص مع الجنود وكانت بيده حسب وزارة الداخلية سلاح أبيض وبدأ يصح بالله أكبر وكان يتوجه نحو جندي وأنا ذاك طلق الجندي الرصاص وأصابه بإصابات خطيرة ويوجد الشخص الآن ببين الحياة والموت هذه المعطيات التي بيدنا إلى حول الساعة التي تتكلم معكم فيها الآن سيد صديق ما هي دلالات هذا الهجوم من حيث المكان ومن حيث التوقيت بالذات خاصة وأننا مقبلون على انتخابات في فرنسا نعم تعرفون على أن متحف اللوفر من أكبر متاحف في العالم ويتوجه إليه عشرات الآلاف من الزوار فهو من بين المتاحف التي يزورها أكبر عدد ممكن في العالم إذن هناك هدف إذا ما تأكد على أن العملية كانت عملية إرهابية إلى فعلا على أن الهدف كان هو إصابة عدد كبير من الأشخاص ينتمون إلى دول مختلفة وسوف تكون العملية قد ضربت بجموعة من دول العالم يمكن أن أقول على أن عدد الجنسيات التي تواجدوا في متحف اللوفر يوميا لا تقل عن 30 أو 40 جنسية فتخيلوا معي إذا ما كانت قد وصلت 40 ضحية من جنسيات مختلفة ثم لك الحق على أن نحن مقبلون على الانتخابات الرئاسية وعملية من هذه النوع كانت سوف تربك كل الحسابات السياسية وسوف ندخل في مجال آخر بعيد عن السياسة الداخلية أو حتى السياسة الدولية الفرنسية لنتحول من مرحلة التحضير والانتخابات الرئاسية إلى مرحلة أخرى عنوانها الحرب على الإرهاب نعم شكرا جزيلا لك من باريس السحف صديق حجي والان مع جولة في أخبار الاقتصاد قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 2.46% على أساس شهري في يناير كانون الثاني متجاوزة التوقعات في حين صعدت أسعار المستهلكين 9.22% على أساس سنوي وذكر معهد لحظة أن أسعار المنتجين قفز 3.98% على أساس شهري و13.69% على أساس سنوي أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه مجددا إذا اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتة وأقال إنه يريد تسريع المحادثات بشأنها سواء كان الهدف هو إعادة التفاوض بخصوصها أم إيجاد بديل لها وأضف ترامب أنه خلال الأيام التسعين يجب التفكير جيدا بهذه الاتفاقية يؤذكر أنه بموجب القانون الأمريكي فإن أمام الكونغرس تسعين يوما لمراجعة الاتفاقية التجارية قبل توقيعها تكبد المصرف الألماني دويتشا بنك خسارة صافية بلغت 1.9 مليار يورو في الربع الأخير من العام الماضي إذ بددت التكلفة القضائية لتسوية مخالفات سابقة المكاسبة التي حققها البنك بفضل تعافي تداول السندات وخلف المصرف البارز التوقعات المرتفعة للمحللين الذين قدروا أنه سيتكبد خسارة صافية بقيمة 1.16 مليار يورو طلب الرؤساء تنفيذيون لأكبر ثلاث شركات طيران أمريكية هي أمريكان إيرلاينز ويونيتد كونتيننتل وديلتا إيرلاينز طلبوا مقابلة وزير الخارجي الأمريكي ريكس تيلرسون لمناقشة ما تقول الشركات إنه دعم حكومي غير عادل يسمح لشركات الطيران المملكة من دول خليجية بخفض الأسعار وإخراج المنافسين من مسارات مهمة تواجه عائلة نعراقية لجأت إلى لبنان تمهيدا للم شملها في الولايات المتحدة مصيرا مجهولا بانتظار أي أخبار تعيد لهم الأمل في السفر إلى أمريكا وقد واجهت الكثير من العائلات المصير نفسه إثرى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر سفر رعاية سبع دول المسلمة إلى الولايات المتحدة حزموا أمتعة الرحيل استعدادا للسفر الجوازات جاهزة وكذلك التذاكر تاريخ المغادرة الأول من فبراير شباط 2017 تاريخ حل ورحل إلا أن رنى وشقيقتيها وأمها لا يزالون جميعهن هنا في لبنان كان عندنا طيارة ساعة خمسة السباح نطلع على ألمانيا ومن ألمان نطلع على نيوورد ونهار السابسة واحدة وربعة تصلوا فينا قالوا أنه لتغت الموعد الطيران ونطلوا مننا موعد تاني ورجع نهار التانين كمان تصلوا فينا قالوا رحت أنا لعندهم قلت له هيك هيك القصة صار معي لتغى الموعد ليلة شو قالت له أنه نحن ما بنعرف معهم أي معلومات بس أنه وقفوا الموعد الطيران هلأ لمدة 120 يوم هو الاتهاض يلاحقهم أينما ذهبوا هكذا تعلق بحسرة هذه العائلة على قرار دونالد ترامب منع رعاية سبع دول مسلمة دخول أمريكا أفراد العائلة مشتتون بين شقيقين في الولايات المتحدة والبقية هنا في لبنان كل ما بدنا نوصل لمرحلة كل ما بنرجع لورا كل ما بدنا نوصل لمرحلة كل ما بنرجع لورا الأمتين وبعدين بدنا نضل هيك وعلى الرغم من ألم فراق نينوى والأرض التي نشأنا فيها تأمل رنا وعائلتها بحياة حياة لن تكتمل إلا عندما يلتأم الشمل مع الأشقاء على أرض تكون لهم البيت النهائي وكما رنا وعائلتها عائلات عراقية وسورية تنتظر وتترقب انتظار وترقب ممزوجان بمارارة التهجير من جهة وجوري العنصريات من جهة أخرى جيس الحشخوري التلفزيون العربي بيروت حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل برد فعال وساحق وقال ماتيس عقب لقاء جمعه بنظره الكورية جنوبي هان مينكو في سيول إن زيارته إلى كوريا تأتي لتأكيد التزام أمريكا بأولوية التحالف الثنائي للبلدين وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الخارج وسط تنامي التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية فيما يصل الوزير الأمريكي إلى اليابان اليوم لعقد محادثات مع المسؤولين اليابانيين أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية قامت إيران بمنع المنتخب الأمريكي من المشاركة في كأس العالمي للمصارعة والتي ستقام على أراضيها خلال الشهر الجاري ويأتي القرار على خلفية القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب والمتعلقة بعدم دخول الرياضين من مواطني سبع دول عربية وإسلامية من ضمنها إيران ولدور الألماني يستقبل هامبورغ على ملعبه هذا اليوم ضيفه بايران ليفاركوزن ضمن إطار الجولة التاسعة عشرة من المسابقة ويسعى ليفاركوزن الذي يحتل المركز التاسع على لائحة البوندسليغا إلى تحقيق النقاط الثلاث وتعزيز حضوظه في الدور الأوروبي الموسم المقبل عربيا وإلى دور جميل السعودي للمحترفين يحل الأهل الغريم التقليدي للتحاد جدة طيفا ثقيلا على ملعب الجوهرة المشعة في إطار الجولة السابعة عشرة من المسابقة ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهير الغريمين واستغلال تعثر المتصدر الهلالي الذي سقط في فخ التعادل أمام القادسية يوم أمس وإلى دور الإماراتي يستضيف العين هذا اليوم على ملعبه النصر ضمن إطار الجولة السابعة عشرة من المسابقة ويسعى العين صاحب المركز الثالث بقيادة مدربه الجديد زوران ماميتش إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي والأول تحت قيادة المدرب الكرواتي لمواصلة مطاردة المتصدر الجزيرة صاحب المركز الأول وإلى دور كرة السلة الأم بي اي حقق واشنطن ويزارد انتصارا على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز بمائة وستة عشرة نقطة مقابل مائة وثمانين نقاط وستطاع النجم جون وول من إحراز ثلاث وثلاثين نقطة ساهمت في تحقيق الانتصار التاسع والعشرين لفريقه والسادس على التوالي هذا الموسم تتعرض النساء الموريتانيات في السنوات الأخيرة للكثير من مظاهر العنف في ظاهرة تعتبر جديدة على المجتمع الموريتاني بعد أن كانت المرأة محطة تقدير واهتمام إضاءة في الموضوع مع محمد عبدالله ممين من وكشوت كغيرها من ضحايا العنف الأسري تتردد أم كارثوم على هذا المركز الخاص بإيواء النساء المعنفات ودعمهن المركز التابع لمنظمة النساء المعيلات الأسر يتولى كذلك توعية هؤلاء بحقوقهن وسبل استعادتها عبر القضاء مع بعض المرشدات الاجتماعيات العاملات في المركز رافقنا أم كارثوم إلى بيتها بإحدى الضواحي الشعبية من العاصمة نوكشوت بألم وحسرة تتحدث أم كارثوم عما تتعرض له من معاناة بطاقة تعريف أبنائها حكيم وإبراهيم ومصطفى هي كل ما تبقى لهذه الأم المكلومة الثلاثة أخذهم والدهم عنوى إلى منطقة نائية وتتوجس أم كارثوم من محاولات زوجها السابق الهدفة إلى الاستحواذ على بيتها حال هذه السيدة تجسد واقع آلاف النساء الموليتانيات ممن عانين القهر والظلم في كنف محيطهن الاجتماعي والأسري أكثر انتشار اليوم في البلد هو العنف الأنسري وجرائم الاقتصاب والزواج المبكر وأنواع العنف الأخرى التي تعاني منها المرأة وهذا بالنسبة لحصائياتنا الخاصة عندنا ما يناهز 2600 وشيء العنف ضد المرأة ظاهرة دخيلة على المجتمع الموليتاني ولذلك ما زال ملجأ الكثيرات من ضحايا الصبر والصمت وهذا ما تسعى لتصادله مبادرة التكلم التي بدأت تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المرأة بحقوقها التي يكفلها القانون ظاهرة تنام العنف الأسري في موليتانيا دفعت المنظمات الحقوقية إلى التحرك لسن تشريعات رادعة وكان من تجليات ذلك ما عرف بمشروع قانون النوع الذي تقرر سحبه من قبة البرلمان الموليتاني قبل أيام بحجة مخالفة بعض مواده أحكام الشريعة الإسلامية محمد عبدالله ممين التليزيون العربي موكشور بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة زروا موقعنا على الانتنات العربي دو تي في كما بإمكانكم إبداء الأراء والمقترحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة